اشتركوا في القناة ما اجمل ان يكون لقاؤنا مع كلام الله عز وجل وطبعا احنا دايما بنتكلم عن الاداب وقدر الاداب الاسلامية عند المسلم وعند اطفال المسلمين فالنهاردة هنتكلم عن القرآن وهو اعظم كتاب القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل لابد ان نتأدب معه لازم يا احبابي نتأدب مع القرآن زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا القرآن دا شئ كتاب عظيم جدا فلازم لما نيجي نقرأ القرآن في بعض الاداب لازم نتعلمها تعرفي كده تقول لي يا روضة بعض الاداب اول حاجة بنبدأ بالاستعاذة بعدها البسمان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جميل الله اكبر من شاء الله بتقول اول ما نبدأ دا من الادب ايضا مع القرآن وربنا عز وجل قال فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم نبدأ بالاستعاذة وبعد كده نجيب البسملة طالما هنبدأ باول صورة طيب دي حاجة جميلة ان احنا نبدأ بالاستعاذة والبسملة طيب يا اروه ايه اللي تعرفي عن الاداب اللي احنا لازم نتعلمها مع القرآن النبي علمنا لما نيجي نقرأ القرآن لازم نقرأه على وضوء لازم نقرأه على وضوء يعني النبي علمنا ان احنا لما نيجي نقرأ القرآن نتطهر نتوضى نتوضى كده نقرأ القرآن على وضوء دي شيء طيب جدا نقرأ القرآن واحنا متوضيين دي حاجة جميلة كمان واحنا بنقرأ القرآن يا احبابي لازم نكون مستشعرين الايات اللي بنقرأها ما نقرأش قراءة سريعة لا نقرأ بترتيل بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد نقرأ بترتيل كده ما ينفعش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن زي ما بنلاقي كده اطفال بيقرأه في دور التحفيز لا خطأ خالص يبقى نقرأ القرآن بترتيل بهدوء كده دي من الادب مع القرآن لان القرآن مش زي اي كتاب القرآن اعظم كتاب ربنا عز وجل نزله فاحنا لما نيجي نقرأ اي كتاب تاني ولا نقرأ مثلا قصة ولا نيجي نقرأ جرنان ولا اي حاجة بنقرأ كراء عادية اما القرآن اللي لازم نقرأه بترتيل ولازم نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونقول بسم الله الرحمن الرحيم هو دي اللي فارق بقى ما بين القراءة العادية والقرآن بقى القرآن بترتيل غير اي كراءة تاني وكمان ان احنا نستشعر المعاني نهرف القرآن بيقول ايه ما ينفعش اقرأ وخلاص نستشعر المعاني اللي القرآن بيقول لنا عليها والقرآن علمهننا كمان القرآن علشان القرآن جميل لازم نحسن أصواتنا فيه مشو القرآن ده شيء جميل قرآن جميل جدا جدا ولما نسمع القرآن لما سمعه الجين قالوا إننا سمعنا القرآن أنا عجب فإحنا كمان لما نقرأ القرآن لازم نقرأ القرآن بصوت جميل ونحسن أصواتنا في القرآن حسنوا أصواتكم في القرآن لازم نقرأ القرآن بصوت طيب وأنا لازم يعني بصوت حلو يعني وحرام لو قرأت القرآن بصوت لا مش حرام بس لما نجي نقرأ إزاي حل صوته في القرآن أقرأ القرآن بترتيل وحاول اللي أنا صوتي بأكويس في القرآن على قد ما أقدر لأن دي حاجة كويسة جدا علشان نقدر نفرق ما بين قراءة القرآن وما بين قراءة أي شيء تاني فده أدب من الأدب مع القرآن نسأل الله عز وجل أن يعلمنا القرآن وأن يجعلنا ممن يقرؤون القرآن كما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لقاء جميل مع القرآن وعشنا لحظات جميلة مع القرآن إن الذين يتلؤون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ما فيش أجمل من القرآن أسأل الله أن نكون من أهل القرآن وأن يجعل الله القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وأن يجعله لنا في القبر مؤنسة وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقة اللهم أمين يا رب العالمين لقاء جميل يعني نلتقي إن شاء الله في لقاء جديد لنكمل الأدب مع القرآن ومع كلام الله عز وجل إلى أن نلتقي في لقاء جديد نستوضعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته